في طاقة سامة في حياتك أو أنك أنت عم بتمارس إدمان إما على شخص إما على موضوع معين طول الوقت عم بتفكر فيه عايش يمكن بصراعات كنت عم بتحاول الانتصار عليها عم بتحاول الوصول للحقيقة فشايفك يعني عم توصل لهذا التوازن شايفة فيه مش موت فيه نهاية لأشخاص كانوا عم بعادوك أو أنهم رح يبتعدوا عنك فشايفة أنه أنت فوق وهم تحت كمان هذا الكرت ممكن يكون استشفاء منطقات سلبية عم بتحاول أنك تستشفي بنوع من الانواع خلينا نشوف بشكل عام بعدين شوي يعني نلقي نظرة على العاطفة بالنسبة لبرج السرطان بشكل عام برج السرطان عم بتحاول أنك تسافر يمكن عم بتحاول أنك تطلع من مأزق معين عن طريق السفر خلص البعد تماما عم بشوفك شوي متضايق بشغلك أو بموضوع المال ولكن عم بشوف تحسنات في هذا الموضوع فيه مشروع فيه شيء أنت بتحاول أنك تحيي بتحاول أنك تحيي طول الوقت يعني مصر عليه شايفيته عم نمشي على خير ولكن هذا الموضوع بيحتاج كتير جهد منك وإنته فعلا ضيعت كتير جهد على هذا الموضوع عم بتنازع ناس أو عم بيكون فيه شوية مشاكل بينك وبين ناس معينين ممكن يكونوا في العمل ممكن يكونوا في العمل هدول الأشخاص عم بتكون على صراع دائم معاهم فشايفي فيه ترابط بين هذا الكرت وهذا الكرت يعني هما إجوا فوق بعض فشايفي أنهم هما رح يعني كيف يقعوا بنفس الحفرة اللي حفروا لك إياها أو أنه هما رح ياخدوا إذا مش قريدي صار يعني أو أنه رح ياخدوا جزائهم ففيه كارمة كبيرة من هاي الناحية إذا ظلمت أنت رح تاخد حقك في هاي الفترة إذا مش قريدي أخدتوا لأنه واضح جدا بالكروت هذا الكرت بشوفه أكتر لإحياء جوانب حتى لو مش مشروع جوانب في شخصيتك أنت كنت مهملها وكنت عم تطلع على الأمور بسطحية شايفيتك عم تتواصل مع روحك الداخلية عم تحيي الأمور اللي ماتت جواتك مثل الفرح السعادة إلك فترة ما انبسطت فعم بشوفك بتحاول أنه تتغير بتحاول أنك تغير داخلك كمان مش بس الخارج ولكن كمان من الخارج أنت عم تهتم كتير بهاي الفترة يمكن للنساء عم يفكروا بعملية تجميل أو أنه يعني نقصوا وزنهم يعني إيش إلو علاقة بالهيئة بالشكل أو أنه يشتروا كتير هاي الفترة أواعي ملابس فعم بتكون كتير عم تصرف على هاي الأمور يعني عم تهتم من الداخل ومن خارج عم بشوف في توازن في الموضوع الصراعات اللي كانت موجودة في داخلك عم بترسى على بر عم بتوضح الأمور قدامك عم ينتهي هذا الصراع في البعض من برج السرطان عم بشتغل يعني بجهد كبير كبير خوفا من الناس اللي قلنا يمكن عليهم أنه يأسروا عليه في لأنهم هما بأسروا فعلا بشكله خطر على مستقبله على كذا فهو عم يشتغل ما عم يخلي غلطة يعني عليه عم يشتغل بتركيز ما عم يخلي حدا يعني يتشمت فيه عم بشوفه بيبدل جهد كتير هاي الفترة يمكن خايف برج السرطان من أنه يترك وظيفته أو أنه يعني يتروح من وظيفته خلينا نقول آآ ولكن لا أنا شايفيتك قاعد يعني ومستقر بالعكس فيه تطور بالمستقبل آآ شايفة كمان أنه فيه وفرة مالية في نهاية هاي الفترة آآ أو أنك مقدم على شي مقدم على قرض مقدم على أو بتستنى فيه إرث معين المهم فيه قضية يعني آآ فيها مال إذا كانت في المحكمة فهي لصالحك أو بشوفها أكتر إنها مش محكمة بشوفها أكتر آآ عن طريق التراضي يعني إنه ما بتوصل للمحاكم وإذا كانت وصلت للمحكمة بموضوع معين فالنجاح لإلك ولكن شايفي فيه شوية صبر عم بتحاول تكون صبور فكون صبور هاي الفترة برج السرطان من بعد ما كنت منعزل من بعد ما كنت تحاول تكون لحالك آآ في أغلب الأمور وكأنك فقدت الثقة في كل اللي حواليك بالفترة الماضية حاسيتك لا يعني عم بتكون أكتر اجتماعية بالفترة الجاي أكتر اكتر انفتاح على العالم يمكن عم حتى تتواصل مع ناس عبر الانترنت بهدف العمل أو ممكن علاقة حب بتكون ما بعرف بس عم تتواصل بطريقة كبيرة من للخارج أو حتى سفر رح تسافر ممكن للبعض منكم اللي بستنى سفر رح تسافر هذا الشهر رح يكون سفر ولكن سفر غير المتوقع يعني رح تكون أول شي متخوف منه من هذا الصف بتكون بالدكية اوكي لكن بتكون متخوف كتير عندك تخوفات كتير ناحية السفر بس نبين انه البلد الجديد أو المكان الجديد اللي انت رايح عليه مكان رائع أحسن من المكان اللي انت فيه حاليا هون بشوف شخص من طاقة نارية أو مائية حتى ممكن تكون ترابية عم بيحاول يتقرب منك البعض منكم في العمل هذا الشخص يعني له فترة عينوا عليكم له فترة عم بيحاول يراقب السلوك تبعكم عم بيحاول يدرسكم لانه في عنده علاقة جدية مش اللي هو بده يلعب فرح يدخل حياتكم هاي الفترة فان شاء الله يعني يكون على خير هذا الموضوع وشايفيته انه بمشي للجدية يعني في فيه استمرارية بالموضوع آآ شايفيتك انك آآ طبعا الناس اللي بيستنوا حمل او كذا في احتمال انه يصير فيه حمل هاي الفترة لكن ينتبهوا من الاجهاض يعني ما يبعدوا عن هذا الموضوع موضوع الاجهاض او هاي المواضيع خلي الامور طبيعية آآ شايفة للناس اللي خلينا نقول اتعدوا حد آآ يعني سن معين او تأخروا بالزواج انا ما بسمي تأخر بالزواج ولكن في ناس بيفكروا انه آآ هما تأخروا في الزواج او عندهم افكار سلبية من هادا النوع بشوف هدول الاشخاص رح يتقدم لهم هاي الفترة شخص مناسب رح يلتقوا بشخص آآ على علاقة جدية في يعني ما نضيع آآ فرص حتى لو كان في شخص قديم في حياتنا يعني نفكر بعقلنا اكتر خلينا نقول خلينا نشوف من ناحية عاطفية هيك بشكل عام برج السرطان شو في عنده برج السرطان في كار ما رح تتحقق في استشفاء عم بتحاول تنسى الشريك او الشريك عم بحاول ينساك لكن في سعادة يعني آآ بنهاية العلاقة النهاية رح تكون آآ سعيدة جدا العلاقة عم بشوفها بالفترة الجاي عم بيكون فيها توازن اكتر عم آآ تكون على اسف صحيحة آآ عم يؤدي للارتباط انا شايف هاي علاقة جدية مش آآ علاقة يعني قبل شوي بيّنوا العزاب عندنا وهلأ ووكي وهلأ عم بيبين وبينوا برضو متأخرين شوي في الزواج وهلأ عم بيبين عندي نوع من الفراء يعني في ناس مفترئين فشكله كل برج السرطان رح يفرح ان شاء الله هاي في فترة اذا خلينا نشوف زي ما قلت لك في آآ يعني في استشفاء او آآ عم بتحاول انك آآ تنسى آآ الشريك لكن بالنتيجة آآ طبعا القراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لانه قراءة عامة وعاطفية آآ شايفيتك يعني شوفهم طلع عندك تسعة وتسعة يعني قربت كتير من نهاية الموضوع قربت كتير من النهاية السعيدة آآ شايف هاي العلاقة زي ما قلت لكم بتودي على الارتباط لانه في عندنا اربعة هون اللي هما اربع يعني دعائن وكأنه شيء يعني انا بفسر لكم الكرت عشان ما تستغربوا آآ لانه بعضكم يعني طلبني انه مثلا ليش ما نغير الكروت اللي بنفتح عليهم انا كنت آآ استعمل كروت معينة عشان انتوا تفهموهم وتكونوا يعني معاي بالقراءة أو آآ بس آآ بس ازا بتكم كل مرة بنفتح بكروت آآ شكل ما في مشكلة. ازا هذا الكرت انا بشوفه في دعائم اربعة اي شي بتحطه على اربع دعائم بتكون آآ يعني على ارض ثابتة. يعني موضوع جدي انا بشوفه ومش موضوع اللي هو عابر او كزا بينك وبين الشريك. انتوا ناس مفترقين اكتر. آآ شايفي في اخبار كمان عم بتريح لك بالك عم آآ بيكون آآ يعني امور. امور انت مفكرها كانت آآ شر او كزا آآ امور مشاكل انت وقعت فيها انت والشريك. آآ لكن آآ لا في تطمينات بعدين في آآ يعني رح تنتهي هاي الامور كلها رح تختفي. رح يصير في فرصة للآآ اللقاء بناتكم رح تلتقوا. او تتواصلوا ممكن على الانترنت على التليفون ما هو بعرف. المهم آآ في كار ما عندك رح تتحقق. وجاي تحتيها اللي هم يعني شايفي هدول الكارتين اكتر على المال. في ناس آآ يمكن آآ راح من ايده مبلغ من المال رح ربنا يعوضه. وكمان بالحياة العاطفية يعني آآ عم بشوف انه عم بيحصل على حقه من هاي العلاقة العاطفية. خاصة ازا كان مظلوم ازا كان يعني مش منه الغلط فعم بيرجعله حقه كامل. عم بشوف آآ فيه انتصار على اهلاقة ثلاثية ممكن تكون او على الشريك نفسه. شايفي اللي بلش بالغلط او اللي عمل الغلط عم ياخد جزاؤه. وهي قراءة عكسية ممكن تكون اليك او للشريك. هون شايفي كل ما بتحاول تتشافه وانك آآ تنسى الطرف الثاني بالعكس عم بتزداد آآ حب لالو عم بتزداد آآ تزداد نار الحب آآ كل ما بعدتو بالعكس عم بتحبو بعض اكتر. آآ شايفي هون كمان في عندك نهاية لموضوع بداية لموضوع جديد. على صعيد العاطفة للمنفصلين انا بشوف هذا الكرت انه نهاية آآ مشاكل نهاية لطرف تالت نهاية لعوائق. آآ آآ انتقال آآ موضوع تاني على العكس تماما طاقته معاكسة للوضع الاولاني. فعن بشوف من آآ من السلبية رح تروح للإيجابية العلاقة. كمان بالعلاقة الثالثة آآ رح يكون في اللي هو الطرف الثالث هو الخسران بالموضوع. رح يكون في انتصار على الطرف الثالث. الطرف الثالث آآ رح. ما بعرف بسميها فضيحة او شي مشكلة كبيرة رح تصير بين الشريك وبين الطرف الثالث ازا كان في طرف ثالث آآ رح يعرف الشريك انه انت اللي على حق وهدول الاطراف او الطرف الثالث آآ هو اللي كان عم آآ يعني بيحاول يغميله على عيونه. آآ الحياة يعني دورة حياة آآ قاتمة رح تخلص وتبلش عندك دورة حياة جديدة. فيه اشياء برج السرطان من الفترة الجاي او عاشها اللي هي اختلاف آآ كبير في ما اظن انه كان في عنده ركود يعني فيه كانت تغييرات في الامور آآ عم بتكون آآ مخاوفك كلياتها عم تتأكد انها هي مجرد مخاوف آآ رح يعني آآ تروح لطريق الحقائق والواقع رح تكون كل الامور واضحة قدامك آآ رح تستغل الفرص اللي كنت في اول الفترة عم بتضيعها عم تستغلها كلياتها. هاي الفترة شايفتك شوي آآ مع المادة عم بتحافظ كتير على الفلوس اللي معك واكنه آآ يعني محضر حالك لفترة صعبة او ما بعرف ليش بس شايفيتك ماسك شوي ايدك هاي الفترة آآ يعني صح عم بتبعزق على امور آآ يعني لبس وكزا وهات بس آآ بالامور آآ المبالغ الكبيرة لأ عم بتحس عم بحسك عم بتجمد عم آآ بت بتحوش لموضوع كبير آآ لمشروع كبير آآ ممكن يكون للزواج ممكن يكون للارتباط لهدول الناس. فشايفي الامور العاطفية رايحة للطريق الصحيح رايحة ولكن آآ بتدرج بشوية صبر. آآ خلينا نشوف الوراكلز لبرج السرطان نصيحة شو بتقولهم؟ موانا نشوف انسان شكرا